اشتركوا في القناة بينما لو نشرنا التوعية مش لها مخايفين من اي حدا خالص السرطان اساسه هو الكشف المبكر بس عشان نوصل لمرحب الكشف المبكر هو التوعية لونا اسمعت ان في حاجة اسمع الكشف المبكر وعمرنا ان شاء الله منوصل لمرحب السرطان فيه سرطانة كثير جدا زي أونق الرحم يقول لك الخلاك تفضل تتحور على مدار عشر والعشرين سنة قبل ما تقلب لسرطان أونق الرحم بمعنى كده ان نعرف لو عملنا مسحى الأونق الرحم ممكن نكتشف الواحدة قبل ما تقلب يخلص أرطانيش اسمع حضرتك شايف في دسمة يعني ايه الشعب المصري عند وعي ألي ايه فكرة الكانسلر السرطان شايف هو فعلا فيه وعي زي ايه ده بفيه كشف فعلا المبكر احنا عندنا كلمة اعوذ بالله اعوذ بالله والمرض الخبيث الممرض الوحش انت اتفول في وشي بينما بنقول لن لازم نتكلم دور كل مواطن وكل انسان ان هو يتكلم معنا صحابه مع رأيبه يكلمهم عن الكشف المبكر يقولهم انا سمعت خضرتك في ندوة ان فيه حاجة سمعت الكشف المبكر كل الامراض يمكن علاجها لو اكتشفناها مبكر جدا الورم لو اكتشفناها في مرحلة مبكرة الالاج بيبقى سهل جدا هو ان احنا نشيط الورم بس اكتشفت الورم في مرحلة متأخرة هيبقى العلاج ان انت ممكن تستقصل حتى من الجسم او العلاج ان احنا ممكن يؤديه في الاخر ممكن نصائر سريعة المواطن العادي اللي هو مش لازم يكون دكتور مهندس المواطن العادي 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 نصائح سريعة تتقدرك قدمها له للوقاية من المرض اقول له اعيش صح يعني اعيش صح كل اكل صحي مدوازن ابعد عن الدخون زود الالياف ابعد عن التدخين التدخين السلم ابعد عن الثمور لازم نلعب بياضة لازم نحافظ على الوزن المثال لو اشتكيت من حاجة روح للدكتور ما تستناش لما المشكلة تستفحل وتبدأ تدور عند الدكتور انت من الاول زي ما حونها في المحضرة زي ما الواحد بيعمل سيانة دورية بعقابيته اكيد هو اغلى من العربية فلازم هو ركعنا سيانة دورية لما نيكي نتكلم مثلا على مرض السرطان السادي او الامراض المتخل اللي هي المتخص بها النساء بالزاد اختار يعني امتى السيدة لما تيجي تشوف الاعراض دي عندها لانا كده انا عندي احتمال اكتر من ستين سبعينة في المائل ان انا عندي كنسي اول حاجة ان يبقى فيه تاريخ مرضي لعيلة يعني ايه تاريخ مرضي عيلة يعني امامتها خليل او حاجة تاني ان هي واحدة ابتدى تحس بورم ملموس في السيدة او ان الحلمة شكلها ابتدى يتغير او ابتدى ينزل دم من الحلمة او ابتدى بقى تحس بحكة وتغير فلون جلد السادة كل العلامات تكخليها لازم تروح للدكتور دايما بنقول متتسنيش لما يقى فيه ورم كبير لو حسيتي باي تغير لازم تروح لدك ايه اه اه المنتشر في هالمرض اكتر اني فقه عمرية او من سينة بتبدأ من وسينة كالك من سينة يع ponto كلما الغمر بيزيد كلما احتمالية السرطان بيزيد يعني السرطان دع ورعا الخلايا بتزيد تلك تتجنم فكلما القلايا بتطول كلما هي احتمالية زياد بس نقول دايماً إن إحنا في 20 عشرين سنة كنا زمان نعرف إن السرطان ضمرة بيسيبه كبير بس دلوقتي لو دورت خليج تتلاقي ناس صغيرة في السنة الناس عندها تلاتين سنة جميلة سرطان يعني السرطان وصل منتشار وإن إنت لازم هتلاقي حد يفق رايبك يفص حابة فجرانك عنده في سرطان وهو مرض مرعب ولازم كل المجتمع يتكاتب في الدكتور ممكن يوصل الأطفال؟ طبعاً نحن معنا مستشفى 57 وإحنا بنتكلم عن السرطان لا أفضل في سرطان السادي مذي لا سرطان السادي دلقاء عقب السن الكبير ممكن ييجي في سن صغير بس يعني واحدة عندها تلاتين سنة دلوهية عندها تلائخ مرضي ليلى يعني لو ممتها جالها سرطان سادي يبدي أكثر عرضة أنه ممكن يجيلها سرطان سادي في سن صغير بس في صفحة عامة سرطان السادي بيجي في الستات في سنهم كبير يعني ونتكلم في واحدة فوق الخمسين أو ستين سنة صغير بيجي في دلوهية عامة سرطان السادي بيجي في دلوهية عامة سنة